ترجمة نانسي قنقر الواجب الوطني المقدس ضمن سوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر حادث أليم وفيما يلنصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدأ القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم ببالغ الحزن والأساء نعز جلالتكم حفظكم الله ورعاكم باستشهاد النقيب أحمد محمد أمين أحمد الأنصاري والنقيب مبارك سعد مبارك الرميحي والرقيب أول حسن عليسكندر ماجد من رجال البواسل الأبطال المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر الحادث الأليم وقد كان خبرا مؤلما للجميع ولكنها إرادة الله عز وجل وأمره الذي لا يرد ولا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم وإخوانهم المشاركين معهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد دهال خليفة خليفة بن أحمد اشتركوا في القناة